السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو اليوم سنناقش موضوعا هاما يتعلق بأسباب الخسارة في الفوريكس يعد الفوريكس من الأسواق المالية التي تطلب فهما عميقا واستراتيجية محكمة لتحقيق النجاح ولكن قبل أن نتطرق إلى الأسباب من الضروري التأكد من أن تداولنا لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية سنستعرض اليوم بعض الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى الخسائر في هذا السوق وسنبحث أيضا في كيفية تجنبها أود أن أدعوك عزيزي المشاهد للسفر معنا في هذه الرحلة التي نستعرض فيها مناظر ولاية نيوجيرسي بينما تستمتع بصوت قطرات المطر في الخلفية وتستمع أيضا إلى هذا الدرس حول أسباب الخسارة في أسواق التداول سؤال مهم لماذا يخسر التجار في أسواق التداول؟ الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى الكثير من التفاصيل لكننا سنقوم باختصارها نركز على الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى خسارة التجار في أسواق مثل سوق العملات الأجنبية المعروفة باسم الفوركس بالإضافة إلى التداول في الذهب والفضة والنفط وأسواقه الأسهم سنتحدث عن أسباب الخسارة في جميع الأسواق لكننا سنركز على سوق الفوركس لأنه الأكثر شهرة ورواجا لماذا يخسر تجار الفوركس؟ لماذا يفشل الكثير منهم في كسب الأرباح؟ ولماذا يفقد العديد أموالهم قبل أن يحققوا أي مكاسب؟ ما هو الفوركس؟ الفوركس هو سوق يتم فيه تداول العملات؟ يعتبر أكبر سوق مالي في العالم حيث يتم تداول تريليونات الدولارات كل يوم يوفر هذا السوق للمتداولين فرصة شراء وبيع العملات من مختلف أنحاء العالم مما يتيح لهم تحقيق الأرباح من تغيرات أسعار الصرف يتم التداول في الفوركس على مدى 24 ساعة خمسة أيام في الأسبوع ويعتبر من أكثر الأسواق نشاطا وتغيرا أسباب الخسارة في أسواق التداول الفوركس كمثال القائمة التالية تضم أهم أسباب الخسارة في سوق العملات الأجنبية الفوركس السبب الأول جهل بمبادئ وأساسيات التداول في سوق الفوركس غالبا ما تحدث الخسارة للمتداولين الجدد حيث لا يزال المتداول حديث العهد بهذا السوق ولم يتعلم بعد كل أساسيات التداول السبب الثاني عدم الاكتراث بمخاطر الرافعة المالية التي يوفرها وسطاء الفوركس للمستثمرين فالتاجر يسعى من هذه الصفقات أن يجني أرباحا كبيرة جدا عندما تتحرك الأسعار لصالحه بنقاط قليلة لكن ماذا لو تحرك في الاتجاه الذي لا يريد؟ سيخسر جزءا كبيرا من رأس ماله أو كل أمواله خاصة إذا كانت الرافعة المالية كبيرة على سبيل المثال تاجر جديد في عالم الفوركس بدأ برأس مال صغير قدر 500 دولار وفتح حسابا حقيقيا مع وسيط الفوركس برافعة مالية قدرها 1 إلى 400 لنفرض أنه أبرم صفقة شراء لزوج عملات اليورو مقابل الدولار بقيمة 160 ألف دولار سيحتاج إلى دفع 400 دولار كهامش أو تسبيق وإذا تراجع السعر بنقطة واحدة فسيخسر 16 دولار أخرى وإذا تحرك السعر فقط بخمس نقاط ضد توقعاته فسيتم إغلاق الصفقة أوتوماتيكيا وسيخسر كل المئة دولار المتبقية من حسابه السبب الثالث، الطمع الطمع ليس فقط خطيرا في حياتنا اليومية بل حتى في سوق الفوركس ويتجل الطمع في حالتين ترك الصفقة مفتوحة طمعا في المزيد من الأرباح مما قد يؤدي إلى خسارة وفتح صفقات كبيرة جدا طمعا في جني أرباح سريعة السبب الرابع ارتكاب أخطاء في إبرام الصفقات مثلا قد يبرم التاجر صفقة 100 ألف دولار سهوا بدلا من 10 ألف دولار أو بضغطة الزر غير مرغوب فيها قد يقوم بإغلاق كل الصفقات رغم أنه لم يكن يريد ذلك السبب الخامس، الخسائر التي تحدث بسبب تأخر الوسيط في تنفيذ أوامر البيع أو الشراء ويرجع هذا التأخير إلى سرعة إنترنت التي تكون أحيانا بطيئة أو خلل في الجهاز أو قد يكون متعمدا من طرف الوسيط ننتقل الآن إلى كيفية تجنب هذه الخسائر نصائح لتجنب الخسارة في الفوركس النصيحة الأولى، التعليم المستمر يجب على المتداولين تعلم أساسيات الفوركس وفهم استراتيجيات التداول المختلفة المعرفة هي أفضل سلاح ضد الخسائر النصيحة الثانية، وضع خطة تداول محكمة تتضمن الأهداف واستراتيجيات الدخول والخروج ونقاط وقف الخسارة يجب الالتزام بالخطة مهما كانت الظروف النصيحة الثالثة، إدارة المخاطر يجب تحديد نسبة المخاطر في كل صفقة وعدم المخاطر بأكثر من نسبة معينة من رأس المال يعتبر استخدام أوامر وقف الخسارة من الطرق الفعالة للحد من الخسائر النصيحة الرابعة عدم الانسياق وراء العواطف يجب أن يكون التداول خالياً من العواطف اتخاذ القرارات بناء على المشاعر مثل الخوف أو الطمع يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة النصيحة الخامسة، تقييم الأداء بانتظام يجب مراجعة الصفقات السابقة وتقييم الأداء مما يساعد في التعلم من الأخطاء وتحسين الاستراتيجيات المستقبلية النصيحة السادسة التداول بأدوات التحليل الفني والأساسي استخدام أدوات التحليل الفني لمراقبة الاتجاهات وأخبار السوق لتوقع التغيرات يساعد ذلك في اتخاذ قرارات مدروسة كانت هذه لائحة لبعض المشاكل التي تؤدي إلى خسارة التاجر في أسواق العالمية خاصة سوق الفوركس قد تكون هناك أسباب أخرى لكن نكتفي بهذه الأسباب بالإضافة إلى بعض المعلومات مهمة حول كيفية تجنب أو التقليل من الخسارة نأمل أن تكون هذه المعلومات قد أعطتكم فكرة واضحة عن أسباب الخسارة في أسواق الفوركس وكيفية تجنبها تذكروا أن النجاح في التداول يتطلب التعلم المستمر والانضباط إذا كان لديكم أي استفسارات أو إضافات لا تتردد في طرحها في التعليقات شكرا لمشاهدتكم ونتمنى لكم تداولا موفقا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر